شرح الصدر موسى عليه السلام قال الله عز وجل على لسانه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني هارون أخي إلى آخر الآية وامتنى الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم نشرح لك صدرك هنا في هذه الآيات قال الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه هداية كونية قدرية يشرح صدره للإسلام ما قال للإيمان للإسلام يعني هو كان غير مسلم ثم الله عز وجل شرح صدره للإسلام إن شرح الصدر يعني معنوي ليس حسي يعني اتساعه يعني كأن واحد تصوير في هذه الآية الله عز وجل كأن واحد جاء يتك صدرك على شيء ورابط صدرك بشيء ثم فك هذا التك فحسيت أنت من شرح صدر ولذلك الذي نجده من المسلمين الجدد حينما يسلمون سبحان الله وعادي عنده نفسه عادي جدا دخل بالإسلام يدخل في نوبة بكاء مع ابتسامة مع مشاعر مختلطة يقول وش يديك ما أدري مجرد نطق للشهادة سبحان الله العظيم يعني هذا يحدث يعني آخرهم قبل أسبوع ممكن لقدت واحد الشهادة فدخل بهذه النوبة يعني معنو بالجوال يعني بالتنفون فسبحان الله العظيم هذا الشيء اللي تجده عند غير المسلمين ما هو إلا أنه انشراح من الله عز وجل الله عز وجل وفقك لأن الله عز وجل يشرح صدرك للإيماء يشرح صدرك للإسلام يشرح صدرك للطاعات أنت تقوم للصلاة وأنت يعني متلهف تأتي مبكرا وأحيانا تقرأ القرآن ثم إذا وقيمت الصلاة يضيك صدرك يودك تكمل قراءة القرآن يعني تقول بس خل يعني يعني تعايش في إنشراح صدر في نعيم في أنس ممكن ما يحسوا الآخرين غيرك ممكن ينبسط إذا جاء وحص الإمام بالتشاهد يقول عشان الأربع نقول بين على طول نمشي الأحكال من بعض الناس يقول كذا ثم الله عز وجل قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا وحرجا كأنما يصحب كل التفسير على كلامه بعمر يوم قال للأكسجين ما كانوا يتوقعون إن فيه بالأعلى أن يقل الأكسجين وش قالوا؟ قالوا كأنما يطلب منه أن يصعد إلى السماء كل التفسير يعني ما كانوا يتخيلون أن فيها إعجاز علمي أن الشخص إذا صعد للسماء يخفض الضغط الجوي ويقل الأكسجين ليش أقل الأكسجين إلا ما فيه هواء ولذلك يروحون للفضل الآن في القمر وكذا آثار قدامهم باقي إلى الآن اللي يلبسون هذه اللباس الفضائي هذا كله عن قضية الضغط وغيرها فالله عز وجل قال كأنه يجعل صدره قال ضيقاً ضيق معروفاً كان فيه ضيق كان فيه ضيق حرجاً شوف زيادة على ذلك عمر من الخطاب أشكلت عليه كلمة حرج فجاب عرابي وسأله قال فعلاً وش معنا حرج وش الحرج قال الحرجة هي الشجرة التي تكون وسط الأشجار ولا يستطيع الوصول إليها ولا نأخذ من ثمرها ولا نستضل بها ولا نرعاها ولا يعني إيش مكان ما ستفيد منه فيه بالجنوب الظاهر منطقة وغابة تسمى الحرجة يعني ليش كثيرة الأشجار متشابكة يعني مصدقاً مصدقاً لهذه شوف الله عز وجل قال ضيق وحرج ما تقدر تصله ما ماشي تقوله متضايق وليش ما يدري ليش متضايق ما أدري فيني ضيقة يقولك ثم الله عز وجل قال ما قال كأنما يصعد يعني على تفسير قال يصعد لكنه قال يصعد لما تسأل واحد يقوله شفيك يقول الله متضايق تسأل واحد ثاني يقول متضايق تحسن فعلاً في معانات الكلمة فيها معانات فلما تقول يصعد فهذا الذي يجده بعض الأشخاص يعني أحياناً نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا منهم من بعض الضيق يعني حتى ولو كانوا مسلمين وكذا لكنه يشعر بضيق يعني على النقيض منها تجد أناس هذا الضيق بسبب المعاصي تجد منها بعضهم يجد انشراح للطاعة وهذا يجد أنه حين التلبس بالطاعة يشعر بضيق ولذلك أحياناً يعني في رمضان الذي في بعض الناس في رمضان تجد أن يشعر بضيق شديد وغالباً أي أحياناً هذا قد يكون فيه غالباً يكون فيه مسا أحياناً بعض الناس ممكن يقولون هذا ليش أنه يريدها ألا تصلي ألا تصوب كذا فيوهمها أنه أجاه العذر أجاه العذر الشرعي وهو في حقيقته نزيف يعتبر إذا ما كان فيه الوقت المحدد لا يعتد به نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن شرح صدره لهذا الدين والطاعة ترجمة نانسي قنقر